السلام عليكم أصدقائي بسبب الوضاع العالمية السيئة الآن فالقوات الأوكرانية تحتل آلاف الكيلومترات المربعة من الأراضي الروسية تحديدا من إقليم كورزيك شرق الأوسط يقف على برميل بارود وأكثر من 200 قطعة حربية بحرية أمريكية وصلت للخليج العربي وللبحر المتوسط كل هذا ينظر بأيام سيئة وصعبة للجميع للعالم أجمع فهذا انعكس من ناحية اقتصادية واليوم هناك مفاجأة كبيرة جدا للعالم أجمع وهي كلما زاد وضع العالم سوء من النواحي الأمنية والاقتصادية كلما بانت آثار التدهور على إسعار الذهب اليوم الذهب لأول مرة بتاريخ العالم يحلق لأعلى مستوى بالتاريخ ويصل إلى فوق 2500 دولار للأنصة الواحدة اليوم بالذهب تحديدا عند 2508 دولار للأنصة الواحدة وهي الأنصة تعادل تقريبا 31 غرام من الذهب هذا الارتفاع يعطي إشارة إلى أن العملات الورقية تفقد قيمتها سواء شئنا أم أبينا أما المعدن النفيس هو ثابت وحتى أبسط لكم الأمر فما رح نروح بعيد رح نرجع لعام 2020 لو كان عندك مبلغ 1500 دولار أو ما يعادل 1450 يورو مثل هاي الضبط من اليوروهات هذا مبلغ 1500 يورو تقريبا فلو بقت عندك هذه اليوروهات ضميتها بحسابك المصرفي أو ضميتها بخزنة الملابس وما سويت بها شيء فأنت خسران بشكل موجع لأن بمرور الزمن قدرتها الشراء يرفت والآن تستطيع مثلا شراء بيها مواد غذائية كما لو كانت قيمتها مو 1500 يورو بل 700 يورو بسبب التضخم بينما لو اشتريت أنصة من الذهب على شكل سبائك ورجعتها لليوروهات المكان مثلا بتجرار بخزنة الملابس فقيمتها الآن ستعادل 2500 دولار أي ما يعادل 2307 يورو يعني 1500 يورو صارت 2307 يورو ما بالك لو كان عندك مبلغ زيادش ويا حوالي 15000 يورو بسنة 2020 واشتريت بيه سبائك ذهب أو سبيكة واحدة من الذهب فحيكون بإمكانك بيع نفس الكمية من الذهب اللي اشتريتها قبل 4 سنين ب15000 يورو حتبيعها الآن بحوالي 27000 يورو يعني لو لعبتها صاحب سنة 2020 فحتتحول ل15000 يورو إلى 27000 يورو طبعا هنا نتكلم عن سبائك الذهب المتوفرة بألمانيا وبالعالم بكل الأحجام وما نتكلم عن الحلي والمجوهرات اللي يعتبرها أفشل شيء ممكن يشتري الشخص لأن بيها خسائر بين 20% إلى 30% من سعر الذهب الحقيقي بسبب تكلفة الصياغة وأحيانا تكون السبيكة أقل نقاوة بالنسبة للذهب بالمقارنة معه أو أحيانا تكون الحلي والمجوهرات أقل نقاوة من السبائك تخيلوا هذه المدمرات الحربية الأمريكية بالخليج العربي لو أطلقت صاروخ واحد على إيران وإيران ردت مثلا على منصات النفط على إسرائيل على المدمرات الأمريكية لا سامح الله لو اشتعلت حرب بالشرق الأوسط فكم سيصبح سعر أنصة الذهب أو مثلا لوبوتين كبس الزر وضرب سلاح نوو تكتيكي خفيف خلف خطوط الأوكران اللي تقدمه بداخل كورسك فكم سيكون سعر الذهب والآن خبرونا بسنة 2020 شنو الشي اللي اشترتوه بوقتها مثلا شيء ثمين كم بلغت قيمة الآن كم شخص بذلك الوقت رغم أن سيارتها كانت جيدة ولكن باعها واشترى سيارة بقيمة 15 ألف يورو والآن بعد 4 سنين بـ 2024 إذا يبيع السيارة الاشتراه بـ 15 ألف يورو ما تجيب 7 أو 8 ألف يورو هذا هو الفرق بين الأثرياء والناس العاديين فالأثرياء يزدادون ثراء بطرق عديدة منها الذهب يحملون جوالات قديمة ليست آيفون 15 و14 ملابسهم عادية ليست ماركات مثل ملابس الفقراء بينما كثير من الناس أنفقوا الكثير على الماركات والجوالات والسيارات موضوعنا التالي يا أصدقائي ألمانيا تعتبر أكبر وأهم داعم بأوروبا لدولة أوكرانيا وثاني أكبر داعم على مستوى العالم بعد أمريكا سنة 2022 أعطت ألمانيا لأوكرانيا مساعدات عسكرية ومالية وتكنولوجيا وطبية بقيمة 17 مليار يورو سنة 2023 أعطت ألمانيا لأوكرانيا حوالي 15 مليار يورو على شكل مساعدات مختلفة الآن 2024 حتى الآن حصلت أوكرانيا على 8 مليار يورو من ألمانيا على شكل مساعدات تلاحظوا تقلل مساعدات سنة بعد سنة اليوم هناك تقارير صحفية هامة من ألمانيا تبين أن هناك أزمة مالية بألمانيا وهذه الأزمة حسب بكالة فاز الإخبارية اللي هي اختصار لفرانكفورتا ألغمينة زونتاكت سايتونغ تقول الصحيفة أن أولاف شولتس أوعز بإيقاف المساعدات المالية والعسكرية بكل أنواع أنواع المساعدات الألمانية الممنوحة لأوكرانيا بسبب وضع الموازنة الحرد جدا وحسب تخطيط الموازنة المالية لعام 2025 فهناك فجوة كبيرة بين الواردات الاقتصادية وبين الانفاق وهذه الفجوة تقدر بمليارات اليوروهات وبسبب أن ألمانيا بها أزمة مالية فقد تم إيقاف كل المساعدات إلى أوكرانيا حتى حسب ما جاء بالنص حتى تأمين مبالغ التمويل وبعد هذه التقارير الصحفية الخطيرة حكومة ألمانية تلزم الصمت لا يوجد تعليق على هذا الموضوع سفير أوكرانيا ببرلين يطلب الإضاح لا يوجد إضاح والسؤال المهم هنا أصدقائي هو كيف ستتمكن ألمانيا من سد الفجوة المالية لها إلى موازنة 2025 من وين حتجيب المبالغ المطلوبة لسد الثغرة هل زيادة بالضراءة القادمة أو زيادة بالبيتراك اللي يدفع الأشخاص اللي يعملون أو الخدمات اللي تقدمها المؤسسات الحكومية للمواطنين مثل يجور ركن السيارات ضراء بالتسجيل ضراء بالشركات أو زيادة أسعار الطاقة هذه أسئلة بدون إجابة ولكن نهاية هذا العام رح تتضح الكثير من التساؤلات موضوعنا التالي أصدقائي تحذير لسكان ألمانيا احذروا وتجنبوا إذا رأيتم هؤلاء الأشخاص أمامكم اليوم وسائل الإعلام الألمانية تتكلم عن هروب أشخاص خطيرين وشكلون خطر على سكان ألمانيا هربوا من مشفى الأمراض العقلية بأولاية بافاريا بمدينة شتغوبينغ أنه زلاء بالمشفى للأمراض النفسية عددهم أربعة أشخاص هربوا بالساعة التسعة من مساء يوم أمس وأثناء هروبهم كانوا حاملين سكاكين هددوا موظفين بالمشفى وبعدها هربوا والآن هم أحرار طلقاء تقول الشرطة الألمانية أنهم مدمنين مخدرات ممكن يعملون أي شيء مثل السرقة القتل الإذاء وتقول الشرطة فور ما ترونهم هذه هي صورهم تصلوا بنا أعمارهم بين 27 سنة و 31 سنة حسب صحيفة بلد فإن ثنين منهم ألمان وثنين منهم أجانب الأول اسمه دينيس عمره 31 سنة وهو من البوسنة الآخر هو موغتز وهو أصلع ألماني الثالث أنجيلو أيضا ألماني الرابع اسمه زاكر بكري أو زاكر بكري وهو من كوزوفو تقول الشرطة بس تشوفوهم انتبهوا خلوا مسافة أمان بيناتكم وتصلوا على الرقم 110 موضوعنا التالي أصدقائي العمل حتى الموت بألمانيا وتأخير سن التقاعد هناك أنباء ومعطيات تشير إلى أن هذا الأمر سيحصل قريبا بألمانيا قبل أن ندخل بالتفاصيل اشترك بالقناة الآن وفعل جرس التنبيهات فضلا وليس أمرا حتى لا يفوتك شي حتى تشوف فيديوهاتي أولا بأول وشكرا لمن يريد دعم القناة بالضغط على زر الإعجاب وأنباء تأخير سن التقاعد يعني الأشخاص سيعملون لسنين طويلة ربما للسبعين أو بعد السبعين حسب متطلبات صندوق التقاعد الآن حزب المستشارة السابقة أنجيلو ميكل حزب تسيدو أو مرشح للفوز بالانتخابات المقبلة يقولون أنهم فور فوزهم بالانتخابات وفور حكمهم لألمانيا حيقومون بسرعة كبيرة بتمديد سن العمل بألمانيا وتأخير التقاعد بشكل كبير السبب هو وجود حوالي 22 مليون متقاعد الآن هم مرشحين ليكونوا 30 مليون متقاعد خلال سنين قليلة هذا سيمثل إرهاق كبير لصندوق التقاعد الألماني أصدقائي كل سكان ألمانيا لازم ينتبهون على المعلومات اللي حنذكرها لأن هي تحدد شكل السنوات السابقة يقول حزب سيدة أو أن المشكلة هي جيل طفرة المواليد وهو الجيل اللي يمثل حقبة زمنية كانت بيها طفرة كبيرة بالمواليد بألمانيا هذه الحقبة هي جزء الأول بين 1955 و 1959 وهم أبناء هذا الجيل بدأوا يتقاعدون بعد عام 2020 الحقبة الثانية هي اللي يتهمني أكبر طفرة بالمواليد بألمانيا بين 1960 و 1966 وهؤلاء سيعملون موجة تقاعد تبدأ بعام 2024 يعني هي تبدأ الآن ذروتها بـ 2027 حتى 2030 هذا الجيل يسمى بيبي بوم جينيغاتسيون يعني بوم انفجار بيبي عندها سيكون المتقاعدين بـ 2030 عددهم ضخم ورح يطلب تأمين معاشاتهم التقاعدية زيادة التأمين التقاعدي على من يعمل زيادة التأمين الصحي على من يعمل وأيضا تمديد سن العمل وتأخير التقاعد كل المعطيات بألمانيا تشير إلى أن هذه الأمور قادمة قريبا جدا بألمانيا موضوعنا التالي أصدقائي إلغاء لجوء عائلة سورية طبعا التركيز على ذهاب اللاجئين تحديدا السوريين إلى بلدانهم الأم وعملهم زيارات هناك هو ليس فقط تركيز بألمانيا بل بدول أوروبية أخرى يتم استغلاله لإنهاء الإقامات أو رفض اللجوء احذروا من عمل هذا الشيء إذا كانت إقامتكم إقامات لجوء والآن أصدرت محكمة الدولة الهولندية حكم برفض طلب لجوء عائلة سورية سافرت أم العائلة ذهابا وإيابا بين سوريا ومصر ستة مرات على الأقل من سنة 2013 وجاء بحكم المحكمة الهولندية بلاهاي أن المرأة دخلت سوريا وخرجت منها بشكل قانوني مرات عديدة كانت السلطات السورية على علم بدخولها وخروجها وما واجهت أي مشاكل وبناء على ذلك اعتبرت المحكمة أن سوريا بلد لا يشكل خطر على العامة على عامة الناس ورفضت طلب لجوء المرأة اللي قدمت الطلب بسنة 2021 هي السنة اللي دخلت بيها هولندا هذا يعني أن المرأة السورية صاحبة العائلة كانت بالبداية خرجت من سوريا راحت المصر هي بعدها ما رايح الهولندا حتى الآن وزارت سوريا من مصر ذهابا وإيابا وبسنة 2021 ذهبت السيدة السورية مع عائلتها إلى هولندا الآن احنا بسنة 2024 المرأة تم الغاء لجوءها بسبب ذهابها إلى سوريا عدة مرات تخيلوا حتى قبل قدومها إلى هولندا كيف الدول تستغل هذا الأمر يعني لتغيير قوانين اللجوء رفضت المحكمة أيضا الطعن اللي قامت بيه المرأة والآن المرأة راح تواجه يعني الصعوبات القانونية الكبيرة اللي ممكن تأدي إلى ترحيلها إلى دولة سوريا لأن المحاكم بدأت تعتبر أنه لا يوجد خطر على عامة الناس إذا ذهبوا إلى سوريا كون كثيرين يذهبون إلى هناك لعمل إجازة أو لزيارات معينة طبعا أصدقائي كثير من وسائل الإعلام الهولندية تقول أنها ليست الحالة الوحيدة بل حصل الأمر مع أشخاص عديدين ذهبوا لسوريا رغب حصولهم على إقامات اللجوء بهولندا والآن للأسف يعني يتم سحب إقاماتهم بينما المنظمات الإنسانية اللي تدافع عن اللاجئين وحقوقهم تقول على الدولة الهولندية أن تراعي ظروف الشخصية لللاجئين لأن يعني مثلا السيدة السورية اللي ألغي لجوءها كان لديها ظرف حرج وهي أن والديها كبار بالسن وبحالة صحية صعبة جدا وهم وحيدين وهي كانت لا تذهب لأجل المتعة بل لأجل الاعتناء بوالديها موضوعنا التالي أصدقائي عمل مشرف وبطولي قام به سوريين بألمانيا هناك عمل بطولي عظيم جدا قام به ثلاثة شباب من دولة سوريا يعيشون بألمانيا بولاية نيدا زاكسن بلاندك رايس أولدنبورغ وهو عمل بطولي للأسف لم تركز عليه وسائل الإعلام الألمانية الكبيرة وركزت عليها فقط ضفعة وسائل الإعلامية محلية ما حصل هو بمدينة أولدنبورغ بقيميندة اسمها فالديس هاوزن كان هناك ثلاثة شباب سوريين أبطال أصحاب نخوة جالسين ببالكون ثنين أخوة زايرين صديقهم وكانوا جالسين بالشرفة وأثناء جلوسهم بشرفة الشقة يعني ببالكون الشقة سمعوا صوت جهاز انذار الحرائق الروخ ملدة والصوت كان قادم من دار المسنين اللي هو مقابل البالكون اللي كانوا جالسين به بالبداية توقعوا أن الانذار ممكن يكون غير دقيق أو بسبب شيء بسيط مثل دخان طبخ ولكن لاحقا انتبهوا على وجود نيران بالبناية المقابلة لهم وهي دار لرعاية المسنين تابع لمؤسسة أليكسندا شتفت اللي حصل لاحقا هو أن الشباب السوريين اللي أعمارهم 39 سنة و39 سنة و30 سنة ذهبوا لدار المسنين قبل قدوم الإسعاف والإنقاذ وبدوا بمساعدة كبار السن هناك اللي عددهم كان حوالي 90 شخص ولما أتى رجال الإنقاذ شاهدوا أن السوريين قاموا بدور كبير أنقذوا عدد كبير من المسنين الموجودين بدار الرعاية وأثنى عملية الإنقاذ استنشق السوريين الكثير من الدخان ولكن لاحقا تم نقلهم إلى المشفى للعلاج وأحدهم كانت قد تأثرت قدمه وحصل بها إصابة أثناء يعني إنقاذه للمسنين ولاحقا حصل على إجازة مرضية لمدة أسبوعين الملفت للنظر هو تصريح أحد الشباب أثناء دعوة مؤسسة أليكسندر شتفت المسؤولة عن دار رعاية المسنين قال للمؤسسة أن الأوضاع الصعبة اللي حصت بدولتهم سوريا خلتهم يعرفون كيف يصرفون بحالات الطوارئ وقدمون الخدمة والمساعدة قبل قدوم الجهات الرسمية طبعا بارك الله بيهم كنتم خير ممثل لحقيقة الشعب السوري طيب واللي أجده ملفت للنظر هو أن الحريق حصل يوم الأثنين الماضي اليوم هو يوم الأحد كل هاي الفترة ما تكلمت عنه أي من وسائل الإعلام الكبيرة بألمانيا واليوم فقط بصحيفة اسمها كرايس تسايتون بولاية نيدازاكسين تم ناقل الخبر لهنا وصلنا للنهاية شكرا لكم مع السلامة